اشتركوا في القناة الموجودين خارج القطر وخارج العراق ويرجعون إلى بلادهم لأن الموصل صارت آمنة الموجودين خارج العراق 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 الذي يسعى العراق إلى بناء دولة تقوم على المحبة والتسامح وإرساء قواعد التعايش السلمي وسوف تكون لها آثار طيبة في العراق وفي المنطقة بشكل عام هذه الجولة مهمة جداً وزيارة البابو مهمة ليس للمسيحيين فقط بأطغافهم المتباينة لكن أيضاً للشعب العراقي ككل ونعرف العراق وميزوبوتاميا هو وادي الرافدين وين يحضر؟ ما عدنا مكان حاضرة بالموسط كلها ركام فرح نعمل مكانة خاصة بسيطة رح تكون هي مجمع للكنائس والأمكنة القديمة اللي ترتقي من القرن الرابع وخامس وسادس ميلادية فتتنظفها في قلب هالمناطق المهدومة رح يكون اللقاء ورقاءه ويقوم بعمل مستقبل عزها الإنمان والأمام يخبصون كثيراً وهذا ضروري لكن لدي كل شيء فرحة أن تدخل في قلب كل الناس وأن تكون هالزيارة فعلاً إلى صدى للمستقبل وليس هي زيارة بروتوكولية فقط ولكنها روحية.